حيث يعتبر نادي السلام الرياضي في محافظة القطيف شرق السعودية وجهة رئيسية لشباب المحافظة ويحتضن النادي أكثر من ألف ممارس رياضي في مختلف الألعاب نتابع التفاصيل أكثر من ألف شاب من محافظة القطيف شرق السعودية يحتضنهم هذا النادي الذي يتميز بالألعاب المختلفة حيث يحتوي عشر ألعاب متفرقة ويعتزم مسيروه زيادتها إلى ستة عشرة لعبة هذا الموسم ليلبي كافة رغبات شباب المحافظة مصرفات السلام لا تتجاوز سنويا أربعة ملايين ريال لكنه سيحصل هذا الموسم على ما يقرب من عشرة ملايين ريال من مبادرة استراتيجية دعم الأندية التي تنفذها وزارة الرياضة وتركز على تفعيل الألعاب المختلفة النادي متأسس من عام 1383 في ذاك الوقت كانت الاهتمامات في الغالب في كرة القدم بعد كذا توسعت الألعاب الرياضية وانضافت عدة ألعاب فوصلنا تقريبا إلى عشر ألعاب الرياضية في النادي تقريبا ثمان ألعاب الرياضية منها أو تسع ألعاب الرياضية في الدرجة الممتازة حين تزور ملاعب النادي المتفرقة ترى حركة رياضية مستمرة أثناء التصوير صادفنا مباراة كرة يد لفئة الناشئين بين السلام والثقبة ومباراة أخرى في تنس الطاولة بين السلام والهدى لفئة الناشئين أيضا بدعم من مقام خادم الحرام الشريفين وولي العهد ومن دعم من سمو وزير الرياضة بأن هذا الموقع بإذن الله خصصت عليه منشأة نموذجية تخدم إن شاء الله ألعاب النادي الرياضية وتضعنا إن شاء الله في محطة أخرى من النجاحات بعد تحقيق بناء المنشأة النموذجية يعتبر السلام أحد أبرز الأندية التي تدعم المنتخبات السعودية باللاعبين في مختلف الألعاب كما نجح الموسم الماضي في تحقيق نحو أربعين بطولة في مختلف الرياضات من القطيف سلم الراجح العربية